نقلت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن مصدر سعودي قوله أنه من دون ضمانات حقيقية لحل الدولتين لن يكون هناك تطبيع بين السعودية وإسرائيل وأن خطوة التطبيع لن تكون في عهد نتانياهو الذي يرفض قيام دولة فلسطينية مستقلة وأضاف المصدر ذاته أن التقدم فيما يتعلق بالاتفاقيات قد يحدث إذا أصبح زعيم المعارضة الإسرائيلية إيرلابيد أو العضو في مجلس الحرب بني جانس رئيسا للجزراء في إسرائيل للمتابعة ينضم إلينا من القدس محرر الشؤون الإسرائيلية في سكانيوز عربية نيدال كنعنا مرحبا بك نيدال إذن مواقف إسرائيلية وأمريكية متقدمة إن كان لناحية التطبيع السعودي الإسرائيلي وإن كان للوضع الميداني في قطاع غزة نستعرض كل هذه التفاصيل وتطورات معك نيدال نعم فعليا العرض الذي تقدم به مستشار الأمن القومي الأمريكي يمكن القول بأنه المحاولة الأمريكية الأخيرة لضم إسرائيل للاتفاق الثنائي بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وفق كل المصادر هذا الاتفاق الثنائي ووفقا حتى للمصادر الأمريكية هذا الاتفاق الثنائي بين واشنطن وبين الرياض تقريبا جاهز هو يعني جاهز للتوقيع بين البلدين وهذه فرصة أخيرة لإسرائيل للانضمام كضلع ثالث لهذه الاتفاقية الآن الضغوط على إسرائيل تزداد والإغراءات تزداد أيضا لكن عموما المصادر الإسرائيلية التي كانت مطلعة على اجتماع مستشار الأمن القومي الأمريكي مع نتنياهو تقول بأن نتنياهو لم يقبل هذه الخطة تماما ولم يرفضها تماما هناك بعض التحفظات الإسرائيلية على الخطة المقدمة هذه التحفظات لغاية الآن أولا لا يوافق عليها نتنياهو وحتى لو وافق عليها لا يستطيع تنفيذها مع اتلافه الحكومي الحالي ولغاية الآن نتنياهو يفضل اتلافه الحكومي على التطبيع مع الرياض والدخول في تحالفات في المنطقة لذا على الأغلب فمصير هذا العرض هو الرفض الإسرائيلي أو رد إسرائيلي بتحفظات تجعل الرد الإسرائيلي بالنسبة للمملكة العربية السعودية وبالنسبة لواشنطن إسرائيل لا تستطيع الآن على الأقل في ظل الحكومة الحالية الموافقة على خطوات نحو إنشاء دولة فلسطينية بالنسبة لليمين الإسرائيلي المتطرف هذا يتناقض مع كل ما يؤمن به ويعمل من أجل تنفيذه ليس فقط يؤمن الآن هناك اجتماع لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي للتباحث في خطوات ضد السلطة الفلسطينية هذا الاجتماع يأتي بدفع وبتحريض من اليمين المتطرف من بيتسل إيل سموتريتش الذي هدد بتدمير السلطة الفلسطينية بإسقاط السلطة الفلسطينية وقطع التمويل عنها من أجل التخلص من أي احتمال لإنشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة طبعا الأصوات المتعقلة في إسرائيل والتي يمثلها هنا الرئيس الإسرائيلي ميشا تدعو إلى قبول هذه الفكرة تدعو إلى تبني هذه الصفقة الأمريكية السعودية والذهاب إلى أفق سياسي دبلوماسي يغير من وجه المنطقة على حد قول الرئيس الإسرائيلي لكن الجميع في إسرائيل يعرف بأنه في ظل الحكومة الحالية لا يمكن تنفيذ هذا الاتفاق وفي الغالب ستتجه إسرائيل إلى مزيد من العزلة ستنجر إسرائيل وراء المتطرفين داخل الحكومة الإسرائيلية أمثال بني كفير واسموتريتش ورأينا في الأسابيع الأخيرة مثلا تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي حول ضرورة عدم انجرار إسرائيل إلى حكم عسكري في قطاع غزة شهدنا تمثيل أو تهديد مثيل من بني جانس عضو المجلس الحربي الذي اشترط على نتنياهو خطة تؤدي إلى التطبيع مع المملكة العربية السعودية وإلى حكم في قطاع غزة ليس حكما عسكريا إسرائيليا ولا حكما لحماس إذن المتعقلون في إسرائيل يدفعون إلى هذا يرون بأن نتنياهو لديه هذه الصفقة التاريخية لتنفيذها شرط أن يقول فقط بأنه يؤيد دولة فلسطينية لكن نتنياهو أسير اليمين لا يستطيع تنفيذ هذا وبالتالي الخلافات تتسع في إسرائيل الأمور على ما يبدو في إسرائيل وفق أغلب التقديرات تسير نحو الاستمرار في الحرب في قطاع غزة فقط الحرب من أجل الحرب من أجل القول بأن إسرائيل ما زالت حرب في حالة حرب وتأجيل قضية اليوم التالي تأجيل قضية محاكمة نتنياهو ومحاسبة نتنياهو شعبيا ورسميا في إسرائيل على دوره في السابع من أكتوبر والذي دوره الذي أوصل إسرائيل أصلا إلى السابع من أكتوبر وعن أداء الحكومة الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر ولغاية الآن وبالتالي الأمور تتجه ربما في المستقبل سيتم إنهاء الحرب في قطاع غزة لكن على الأغلب بصفقة تبادل لا أكثر ولا أقل الحكومة الحالية لا تريد أكثر من صفقة تبادل لا تريد أي نوع من الالتزام بإنشاء دولة فلسطينية وأصلا كل المعارضة الإسرائيلية لقضية دور للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة يأتي بالضبط من أجل منع إقامة دولة فلسطينية لأنه في اللحظة التي يسيطر فيها أي جسم على الضفة الغربية وقطاع غزة معا سيطالب هذا جسم بغض النظر عن هويته بإقامة دولة فلسطينية سيقول المجتمع الدولي لإسرائيل بأن هناك جسم واحد يسيطر على الضفة وقطاع غزة وآن الأوان لإنشاء الدولة الفلسطينية المشكلة أنه إذا سيطرت إسرائيل أمنيا على قطاع غزة إلى جانب سيطرتها واحتلالها للضفة الغربية ستصبح إسرائيل هي هذا الجسم الذي يسيطر على المنطقتين الفلسطينيتين المرشحتين لدولة وهذا سيعيد إسرائيل إلى المربع الأول شكرا لك محرر الشؤون الإسرائيلية في سكانيوز عربية نيدال كانانا